بخواتيم سورة البقرة آمن رسول بما أنذل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير أي حد على فكرة الخواتيم دي كان في حديث عنها طبعا قال فيه صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاة دي تكفيك لو قرأت الخواتيم دي في الليلة مضمونا بيقول إيه إن إحنا مؤمنين بكل الكتب والأنبياء والرسل وده منهجنا في الدين الإسلام يعني بنحترم ونجل كل أنبياء ورسل الله اللي أرسلهم طبعا هداية للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيهاجم من وقت للتاني ويساء ليه من وقت للتاني طبعا كلنا بننطفد حبا في خير خلق الله نبينا وصفينا ومصطفانا محمد كل واحد بدأ ياخد الموضوع من وجهة نظر مختلفة كل واحد بيدافع عن حبيبه ونبيه ومصطفاه وشفيعه بالشكل اللي هو بيشوفه أنسب إليه فالموضوع ده كان عامل حالة من اللغة حالة من الغضب فأصق كتير على المستويات كافة في العالم الإسلامي إزاي مولانا ممكن نتعامل مع هذه القضية بارك الله فيكم وحسن الله إليكم أستاذي عندما نعرف مقاصد الرسالات السماوية لا يخرج من أحد من الإنسانية أي إساءة لأي إنسان فضلا على الأنبياء فالرسالات السماوية دي حلقات يكمل بعضها بعض وبتتميز بالتكميل والتصديق والتبشير يعني تكمل ما قبلها وتصدق ما قبلها وتبشر بما يأتي بعدها والسيد نبي صلى الله عليه وسلم تكمل وتصدق وتهيمن ومهيمنا عليه ولما نيجي الإسلام يقول لنا لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء ليه نؤمن بجميع الأنبياء؟ ده أصل من أصول الركن من أركان الإيمان ولو تهدوا الركن ده ضاع الإيمان يعني كذبت قوم نوح المرسلين هو قوم نوح كذبوا سيدنا نوح فقط ولا كذبوا كل المرسلين كذبوا سيدنا نوح فقط وما كذبوا اللي عايش معه لكن رب العالمين قال المرسلين لأنهم لما كذبوا سيدنا نوح كذبوا بما قبله وما جاء بعده يبقى اللي كذب بنبي كذب بجميع الأنبياء عشان كده سيدنا النفس عبدالله صلى الله عليه وسلم لما خرج على بعض الصحابة وجد بعض الصحابة يتحدثون عن بعض خصائص الأنبياء فالأول قال آدم خليفة الله والثاني قال وإبراهيم خليل الله والثالث قال وموسى كليم الله والربع قال وعيسى كلمة الله خرج الرحمة المهدى نبي صلى الله عليه وسلم وسامع لهذا الحديث قال قد سمعت ما قلتم آدم خليفة الله وهذا حق وإبراهيم خليل الرحمن خليل الله وهذا حق وموسى كليم الله وهذا حق وعيسى كلمة الله وهذا حق وأنا حبيب الله ولا فخ عليه الصلاة والسلام يبقى شوف الجو اللي لنسفه حد لا ينسفه الله ولا ننقص من حد قدره إنما هو ده القضية فعشان كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجي رب العالمين يختصه بخصائص وبعدين يحفظ نسله لما تتأمل كده في الجاهلية كان عندهم أنواع من الأنكحة وكلها سفاح إلا النادر إلا واحد بس سفاح وزين وابل آخره لكن رب العالمين يحمي نسل نبيه فيأتي من النكاح ولا يأتي من السفاح بأنواع كثيرة في الجاهلية موجودة من الأنكحة الفاسدة إلا نوع واحد بس هو ما عليه الإسلام يعني صداق وشهود وولي وصدأ والإشهار هو ده اللي عليه الموجود الآن أيوة كان موجود شهود كان موجود نوع من النكاح فيه الولي وفيه الصداق وفيه الشهود في الإشهار هو ما عليه الإسلام اليوم فيأتي نبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من النكاح ولا يأتي من السفاح أبدا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يتقلب من صلب نبي إلى نبي حتى خرجه الله نبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من السفاح وجاء من النكاح فعلا جئت من النكاح ولم آتي من السفاح عصم من الله عز وجل للأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم النفس الرحيم يتحدث ما كانت مع إخوانه من الأنبياء إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فزيّن فحسّنه وزيّنه وجمّله إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا بنا البيت ومشيد ومزيّن كل حاجة حلوة بس في موضع كده في ركن كده مكملش فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم